السلام عليكم كيف انتوما لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله نصليوا لنا بك في ملعدة عندنا بدأوا الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الاقتراح اللي غدي نشارك معكم اليوم غدي يكونوا قراشل أو قرس أو بويوس كل واحد كيفاش كيسميهم غدي نحضروا بواحد طريقة اللي هي سهلة جدا مكونات ليهما جد اقتصاديين مكونات ديالهم بساطين بزاف مع سر واحد لنجاح هاد القراشل أو هاد البيوس فقط سر واحد لنجاح اي نوع ديال البيوس أو قراشل أو قرس عندكم مهتمدين فكنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر انا اكيدا غدي يعجبكم دابا من زيتش نطول عليكم كتر دوز نشوفوا المقادير وطريقة تحضير وكيفما العداء فرجة ممتعة بسم الله علي بركة الله غدي نحتاج عندي هنا ي persistent من الحليب الدافئ ما يعادل هادżaно مياتين ميليلールترا تستعمل كاكس ديالالعنبة وس statues содерж 1 bi اضفت 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية اضفت 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية نضيف باقي المكونات نضيف باقي المكونات نضيف باقي المكونات نضيف العجينة نضيف باقي المكونات نضيف باقي المكونات زيتك حيث يتجاه المكونات 80 مللات زيتك حيث نضيف 100 كز من العنبة 800 جرام من الدقيق الدقائق نضيف لكيز الاقصال وقبصة الملح لكي نعباره بالكأس هذا يجب أن نرد جميع الأخوات الكأس يوزن 100 جرام دقيق ضبط الكأس الأول ونخلط الخليط جيدا بهالطراب اليدوي نخدم الخليط جيدا بعد ضبط الكأس الدقيق نضيف الكأس الخامس ونضيفه تدريجيا نضيف الكأس الخامس ونضيفه تدريجيا نجمعها مع بعطيتها لأننا أصلا خدمناها في الأول فلا يجب أن نجمع العجينة مع بعطيتها القوام القراشل أو القرس هذه الكمية الدقيق التي شطني بالضبط دخلت أنا في العجينة 460 جرام دقيق يعني الأخوات اللي عندهم الميزة ستعملون 400 جرام دقيق وماشي شرط أخوتي يبقى دائما حسب الجودة الدقيق وحتى على حسب البيضة التي ستستخدمون تقدر تكون البيضة كبيرة أو صغيرة ستعملون نص كيلو 500 جرام دقيق وستضيفه تدريجيا ستحصلوا على القوام العجينة كما نعرفه العجينة القراشل أو القرس فتكون تلتسق كما تشاهدوا معي بحق ماشي بالزفحة السفنج هنا دهنت لاغي الزيت على الوجه سوف نغطي العجينة لها القوام كيف ترونه معي العجينة تباو خفيفة ونغطي العجينة بالبلاستيك الغذائي خطوة اللي هي جد مهمة لنجاح أي نوع القراشل عندكم مع تمدين هو الاختمار يعني في أي مرة نشارك معكم القرس فأخذتي هذا هو السر الوحيد للنجاح القراشل هو الاختمار خليهم بغي يخمروا وبالخصوص في المرة الأولى ضروري خصوة العجينة تختامر حتى يتضاعف الحجم دياله على ثلاثة ديال مرات انا هنا كيف ماشا ندتم معي خليت العجينة ديالي اختمرت على خطره حتى تضاعف الحجم دياله تقريبا على ثلاثة ديال مرات من بعد كنحيد لديك بلاستيك غذائي وكنخويل العجينة ديالي من الهواء فالعجينة اصلا كترجع رطيط طبع من اللي كنخليوها ترتاح من اللي كنخليوها ترتاح من اللي كنخليو العجينة تختامر مزيان يعني حتى يتضاعف الحجم دياله كيف مقود لكم علاج مرات او العلات الأموين تختامر مزيان فالمره من اللي غادي نشكلوهم ما غادي نضطروش نخليوهم يختمروا بزف بسرعة يختمروا يخطوا بزف بزف 11 دقائق تن 15 دقيقة لحسب الجو وصافي كم بده نشكل الكويرات ديالي بحال هات الشكل هذا والعجينة من اللي كنخليوها اخوتي ترتاح فما كتبقه شي خفيفة بزف كتلتسق في اليدين هنتو ما كتشاهدوا معايدة هنتي ديغيدة هنا خفيفة بالزيت وكم بده نشكل انا هنا يبغيت نشكل القرص ديالي على شكل طولي يعني نبدله شوية وصافي شويش عملته على شكل كويرات يعني العادي وهذا غادي نشكله على شكل طولي كيجيم زيون في الفطور هيدا ندهنوه بالشوكولاتة او بالزبدة او بالجبن اللي بغيتون تومها فاحتل الوليدات يصلح بزف يعني هيدا كساندويتات تشكلوهم على شكل طولي وياخدوهم معاهم المدرسة يعني كيف ما قل لكم يرفقوهم باي حاجة يدهنوهم بهم صافي طريقة ساهلة يعني ما كان غاي كان الشكل بيدعي شكل طولي وصافي وكان قرص على القاعدية لباش كتجيني ديك الشكل يالا معوط مزيون وتما كيف ما كنت كان زول شي وحدة صافيحة كيف ما تشاهدو معا او للسينية ديال الفرن ليفرش لورق ديال الفرن اذا ما كنتوش متوفرين على ورق الفرن او ورق ديال الطبخ هيدا يدهنو الصافيحة ديالكم بكمية ديال الزيت او الزبدة وترشوه لوح الرشخ في فاديال الدقيق وتعملو البيوز ديالكم او الهد القراشل ديالكم لانا من بعد مني غادي ندهنوهم ببيطة باش ما يلسقو لكم شي سافي غادي نصامر لا تنسى للكمية اللي عندي كاملة فبالنسبا هاد الكمية ديال المقادير اللي شاركت معاكم ديال الدقيق وكذلك باقي المكونات هانتو ما غادي تشاهدوا معيش هادية الوحدات غادي نحصل عليهم بغيت انتو ما كمية اللي هي اكتر من هيدا فمعليكم غير تضعفوا المقادير تحصلوا لكيمية اللي هي كتيرة وتحتفظوا بهم في المجمد فكيبقوا رائعين جدا فانا مليكي قرب الشهر الكريم شهر رمضان كان نحضر كمية اللي هي كتيرة لانا كتصلح بزاف للصحور تم عارفين يعني كيجيوا غزلا هادو للصحور او لحت الفوطور تنزلوهم في المائدة ديال الافطار فكيجيوا رائعين بزاف هانتو ما شاهدتم عايش حال ديال الوحدات حصلت على تسعود ديال الوحدات بنفس الحجم يعني غير ياخرين شكلتم على شكل دائري وياخرين على شكل طولي نضغط عليهم غير شوية ونغطيهم بوحي المنديل هاد المرة نخليهم غير واحد عشر دقائق تنخمستاش دقيقة ضغيين كي يختمروا مرة ثانية سفينا بعد ما اختمروا ضدك الصفر ديال البيضة اللي كنا نحتفظنا به من المقادير في الأول ضفت له قطرة ديال الحليب ونضربهم مزيان وندهلم الوجه ديالهم فهذا الأثناء كان عندي الفرن يسخون على درجة حرارة مئتين وعشرين درجة النار من الأعلى ومن الأسفل نضيفهم الوجه ديالهم مزيان بهذا الصفر ديال البيضة اللي ضفت له قطرة ديال الحليب تقدروا تضيفه له قطرة ديال الخل اللي بغيتون تومها ونزين الوجه ديال هاد القراشل او القرص ديالي بكمية بسيطة ديال الجنجلان اي السمسم بغيتو تزينهم حتى نتومها او لا تخليهم غير هيدا كي يبقى لكم الاختيار سفينا ندخل السينية ديالي في الوسط ديال الفرن سيطيبو من فوق ومن تحت النار من الأعلى ومن الأسفل كيف ما قلت لكم على درجة حرارة مئتين وعشرين من مئتين تان مئتين وعشرين درجة فحل 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 سوف نخليهم حتى كي بدوا يتحمروا على هاتف يتحمروا كي ياخدوا هذا اللون هذا سوف نخرجوهما كي ياخدوا شي بزاف ديال الوقت في الفرن هانتوما كتشاهدوا معي كيفاش كي يجيو كيزيد الضعف الحجم ديالهم ففي النسب من هادو الطوالين كيف ما قلت لكم يصلحوا كساندويش تكون لولاً من الاطفال تفتحوهم اليوم وتحشيوهما كي بإي حاجة بخير لجو بشيئ لا أكثر نقصهم الكمية للشوكولاتة او الجوبن كدلاً كيف ما قلت لكم يمكنكم فهو تحضروا كمية من هذه المجمد تحتفظوا في المتحدة وما يأتي تبريدهم تخرجوا الكمية اللي بغيتو كتخليوا الديسكن جيلا شوية ومن بعد كتتسخنوا في الفرن او لا كتخليوا مغيكة القراصم كيرجعوا في حل يعد عدلتوهم اول مرة فكنتمنى يا ربي الوصفة اليوم سكننا الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم غدي نقسم معكم واحدة بشتوفو كيفاش كتجي قطنية بمعنى الكلمة خفافي نخوتي بززف والسر الوحيد النجاح كيف ما قلت لكم اي نوع دي القراشل او القرص باي مكونات استعملتو هو الاختيمار صفي هذا هو السر نقدر نقول لكم 80% لنجاح القراشل والاختيمار حانكم وكتشاهدوا معي كيفاش كيجي ومن الداخل فكنتمنى يا ربي الوصفة اليوم سكننا الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم اذا اعجبتكم ما تنسوني شي كيف ما العدى باللايكة ديالكم والتعليق الجميلة اللي كتتركوا لي كتشجعوني بهم ده بغني نضربكم موعد حتى الفيديو اللي مجي ان شاء الله طالوا لي فرصكم بزاف وبسلامة